ازايكو عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ايه رأيكو بقى في المفاجأة دي يعني حبيت اظهر النهاردة معيكو بوشي وده اول طبعا صهور ليه على القناة وكمان هنعمل روتين مع بعض كده خفيف وبسيط في المطبخ عشان ان يبقى تغيير برضو مش على طول هنعمل وصفات وكده يبقى شوية مثلا روتينات وكده وشوية نعمل بقى وصفات مع بعض بس طبعا هعمل لوك روتين في المطبخ مش عايز اقولوكو بقى يعني انا متوترة قد ايه ومكسوفة يعني اول مرة اطلع بوشي معين عادي بصور معاكو كل يوم او مثلا يوم ويوم بصور معاكو وننزل فيديوهات بصوتي وكده بس بقى عشان لسه اول مرة كده فيس توفيس كده نبقى مباشر كده مني ليكو على طول فحست ايه بشوية توتر كده بس ان شاء الله ايه هيروح طبعا مع الوقت بقى والفيديوهات الكتيرة اللي زي كده اللي زي كده التوتر ده هيروح تماما زي اول مرة برضو اول مرة برضو اول مرة لما جيت بصور فيديو كان كده برضو كنت مكسوفة وخايفة ان انا تتكلم ومش عارف ايه بس خدت بقى عن موضوع فدلوقتي بقى عادي خالص فما تعلقوش بقى على اي حاجة ممكن اقولها دلوقتي عشان لان ايه الكلام كده بيطلع لوحده النهاردة هنعمل روتين في المطبخ هوريكو بقى الموقع الرهيب اللي انا بصور منه وبعد بقى التصوير او بعد مثلا الغدا او بعد اي حاجة مطبخ طبعا بيكون في مواعين بيكون في حاجات كتير فانا هوريكو شكله قبله وبعد بس ما تتصدموش من شكله بقى وحد يقول ايه ده ومش ايه ده والحاجات دي اي مطبخ بيبقى كده بعد الغدا بعد العشا سواء ما انت بتعملي الاكل طبعا بيبقى حواليك مواعين وحواليك حاجات كتير واتخلصيها على طول فكلنا كده فانا حبيت ان انا اوريكو قبل وهوريكو ان شاء الله بعد عامل ازاي وهمش هياخد وقت معانا لانه فيه حاجات بسيطة زي ما قلتلكو ودلوقتي هوريكو الصدمة وشكله عامل ازاي وفي الفيديو ده هنعمل يعني هنضرب اتنين في واحد اتنين في واحد ايه نحنا نعمل روتين مع بعض حاجة جديدة على القناة وكمان زهرت اول ملي يعني اول زهور لي على القناة برضو في نفس الفيديو يارب الفيديو يعجبكو ويعني تحبوا الفيديوهات دي ولو انتو حابين ان انا اظهر بوشي او حابين الفيديوهات دي ياريكو برضو تعرفوه يلا بينا زي ما انتو بقى شايفين كده بصوا بقى المطبخ عاملت ازاي والآه بتجايز بقى من البهدل وتوسط كنت عاملة فيها فريخ بقى واتفرجوا اتفرجوا على الفضاء انا مش بسيب المطبخ كده انا على طول بعمله يعني انا مش بحب ان انا اعمل حاجة واسيبها كده صراحة بس انا سيبته كده علشان يعني اعملوا معاكم وفي نفس الوقت ايه نحفز بقى يعني الناس اللي هي ممكن بتعمل مثلا الحاجة وتسيبها او بتركنها احنا بقى بنيديها كده تحفيز بقى ونشاط وكمان في اليوم ده كان عندي اه كمية نشاط يعني الحمد لله مش عند حد يعني غير المطبخ كنت بامسح الجقة وغسلت غسيل وعملت حاجات كتيرة او في اليوم ده فالحمد لله يعني او كان يوم حلو وعملت في حاجات كتيرة وكمان اه يعني صورت بقى وانا المطبخ وانا بعمله علشان بقى تتشجعوا كده وتقوموا وتعملوا مطبخه لو في اي حاجة دلوقتي بقى انا عملت كده البتجاز بالستبون والسلك عادي وبعد كده بابتدن امسحو زى ما 비�ługينتوا كده شايفين معايا والااااا قدما كده منظف لل البتجاز زى ما شفتم معايا والحيطة دي طا اللي الجنب البتجاز دا على طول انا بعمله يعني كل ما ممسح البتجاز بالسلك كده بعمله ليه بقى يعني علشان بترقم عليه دهون بترقم عليه حاجات كتيرة جدا فانا بعمله اول بول بحيس انه يفضل نضيف على طول لو سبته آآ فترات او سبته مثلا شهر شهرين تلاتة مجيش جنبه هيعمل بقى دهون وهيبقى بيلزق كده وحاجات مش حلوة وهي يعني حاجة سهلة يعني على طول على طول مش هيخد مننا وقت بال بالعكس هيريحنا بعدين بعدين يعني هنلاقي السيراميك بتاعنا نضيف مفوش اي حاجة جبت بقى كده العيوم بتاعت البتجاز وبتديت ان انا اخسلها بالشكل انتو شايفينه ده وانا كنت غسلة الحوامل آآ اليوم اللي قابليها كنت غسلة بالمنظف بتاع البتجازات ده فمش حابة اخسلها تاني لان كتر المنظفات عليها او كده او الغسيل بتخلي لونها يبقى باهد كده مش اسود اسود لا بيبقى باهد فزا ما انتو كده شايفين انا بعملها بقى كده بالروحة آآ بعمل قصدي العيوم بالسلكة كده عشان لو فيها اي دهون او فيها اي حاجة كده بتطلحها وزا ما قلت لكم اول بول تعملوا الحاجة مش هتلاقوا يعني حاجة مثلا صعبة دهونها ولا هتلاقوها تتعبكوا في الغسيل ولا كده لكن لما طبعا بنسيب الحاجة تترقم علينا او تبقى كتير او نسيبها بالشهر ولا اقل ما بنغسلهاش او كده ونيجي نغسلها هتطلع عينينا عبال ما نغسلها وهن يعني هنبوز الحاجة لان الحاجة دي من قطرة ما ندعك فيها بالسلكة هبوز وكما مش هتدينا نتيجة اللي احنا عايزينا طب وليه ما احنا ممكن نعملها وتبقى حلوة وفي نفس الوقت آآ مش هتاخد منها مجهود ولا تعب وبشغل كده اللي بتجايز علشان ينشف بقى المية اللي بتبقى جوها العيون آآ بحيس ان انا لما اجي شغله بعد كده المية دي ما تخليش مثلا العين تطفي مني وانا مشغالها وكده وبغب بخسل بقى الازايز زي ما انتو شايفين واحسن حاجة بقى تعقمي بيها هو الخل الخل احسن حاجة تعقمي بيها تمسحي بقى بيه تمسحي الرخمة بتاعتك تغسلي بيه الازايز هو ريح تقسم بالتير بس بيديك تعقين ويا ريب بتقولولي كده رأيكم في الفيديو او في الفيديوهات اللي زي كده ايه لو لقيت الفيديو عليه مشاهدة وناس يعني حبينه او آآ متشاف آآ هكمل وكده لقيت بقى عادي الدنيا عادي ومفيش مشاهدة وكده يبقى خلاص اهو انا غسلت بقى اللقوبة دي بس لما غسلتها اول مرة آآ ما عجبتنيش مش حستها بتلمع كده وحلوة فا فعدت عليها تاني وغسلتها تاني وبردو الحود آآ طبعا لما بنغسله برضو اول باول بيفضل بيلمع وحلو ونضيف لكن لو سبناه يعني الحاجة مبهدل على طول او حاجة فيه هيتعبنا وكمان مش هيبقى شكله حلو بالمرة دلوقتي بقى بتدي اخسل الاطبوع دي اذا ما انتم شايفين كده معي اول حاجة يعني قبل ما باجي اخسل اي مواعيد لازم بقى بنظفها يعني انضف كده لو فيها اي حاجة قبل ما استخدم السفنجة بتاعتي او السلك لازم ان انا بنظفها من الحاجات البواية الاكلة او الحاجة اللي بتبقى فيها وبعد كده ببتدي اخسلها بجد يا جماعة لما بتعمله الحاجة اول باول بتريحكو كتير جدا جدا وبتوفر عليكو حاجات كتير جدا يعني غير لما بتسيبيها بتتعبك اولا بتتعبك ثانيا بتبهدل يعني الحاجة اللي انت بتسيبيها تتراكم عليها الدهون او كده بتبوز منظر البتجاز بتاعك او منظر مثلا السراميك او كده ثالثا بتعمل يعني بتبزلي مجهود كبير جدا علشان تنظفيها ولما بتنظفيها مش بترجع زي الاول يعني مش بترجع زي مثلا مكانة نديفة خالص كده وما فاش حاجة لكن احنا لو عملنا الحاجة كده واحد يعني اول باول مثلا كل مثلا يعني انا خلاص النهاردة عملت اكل وكده في مواعين ومش عارف ايه والحاجات دي بعد ما خلص الاكل اقوم مسح البتجاز مصبناه ومسحين اقوم السراميك اللي جنب البتجاز ده برضو مصبناه ومسحين واخس المواعيني واقنص الارض ومعرفش ايه هيفضل المطبخ نديف لكن المطبخ هتسيبيه من البهدي وهتسيب الارض فيها حاجات اللي هيدخل المطبخ هيخرج طبعا يعني رجليه او كده هتبقى فيها بوائل اكل او فيها اي حاجة هيطلع بره يبهدلك بها الدنيا فمش هتبقى عملتي حاجة لأ انت بالعكس ببوزي اكتر دي بقى التواصل انتوا كنتوا شايفينها يعني شكلها رهيب يعني بس انا طبعا هطلع ان شاء الله كل اللي فيها ده وهتشوفوا شكلها ويعني اللي انا بفضره في التصاط لتستخدمه تصاط سلستين لألمونيا ليه بقى لانها حلوة حتى لو حاجة مسكت فيها بالسلكة وكده بتلمع وبتبقى فلة سواء الالمونيا او السلستين لكن دول بيبقوا متعبين والحاجة بتمسك فيهم مع انهم يعني تفعل بس الحاجة بتمسك فيهم وطبعا بتبقى خايفة ان انت يعني تغسليها بالسلكة جامد او كده انها تتجرح او طبوز او الحاجات دي فخليكوا لا في السراميك او في القصدي في الالمونيا او السلستين ده ما انتوا كده شايفين معايا او انا طبعا مجرية لكم الفيديو عشان بس ما يتوالش عليكم وتحسوا بملل وكده عندي مامتي بقى عدوها اللي يعني يعمل حاجة ويسيبها في المطبخ او اللي يدخل حاجة ويسيبها في المطبخ يا نهاري عايزة اقول لكم بقى اتزال لكم تعمل فينا ايه بس ايه بقى متعودة على كده وتحب يشوف المطبخ من بهدل وهي بيبقى كلاما صح يعني لانك لو زي ما قلت لكم عملتوا الحاجة اول بول خلاص خلصت لكن لما بتسيبوها وكده بتبهدل ويبتبقى صعبة الصراحة اكيدة هتسمع الفيديو دوت وهتعلق علي وبرده فوتت المطبخ بعد ما بخلص ويعني امسح بها سوابة بتجاز او رخيمة او اي حاجة ببتدي ان انا اخسلها كده بكرول عندي او بديتول او شوية ربسه الموجودة عندك علشان برده تفضل نضيفة ومتعقمة واحسن حاجة للتعكيم هو الخل الخل يا جماعة عليكو على الخل بيعقم كواس جدا جدا ويعني الريحة بتاعته بتير ما بتبقاش موجودة وهنا برضو الرخيمة دي عملتها برضو بالشكل ده ونضفتها وبمسح كمان الورق الحققة اللي انا لزقيه كده بالشكل ده يا رب بقى الفيديو يكون عجبكو لو وصلتوا لحد هنا وتنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي لو انت اقول مرة بتشوفوها وهنا بقى بقمص الارض كده بتاعت المطبخ وكمان مسحتها وهفرج بقى الفرشة الفرشة دي كنت غسليها ونشفت وفرجتها كده بالشكل انتوا شايفين شايفين المنظر مش هو ده اللي احنا كنا دخلين عليه الاول يا رب الفيديو يكون عجبكو السلام عليكم